السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعة إخواني وأخواتي الكريمات أنا أعلم أن الفيديوهات الخاصة بالاستغفار تعجبكم وتلقى إقبالا كثيرا والحمد لله لكني فكرت في القصص المحفزة كذلك القصة التي تزيد همة المسلم والمسلمة بالتمسك بأمر دينهم القصة تقول أيها الإخوة والأخوات أنه قبل سنوات انتقل إمام إحدى المساجد إلى مدينة لندن البريطانية وكان هذا الإمام يركب دائما الباص أو ما يسمى الحافلة أو ما يسمى بالباص كان يركب الباص دائما من منزله إلى مدينة أخرى بعيدة عن لندن وعن لندن لكن قبل أن نكمل القصة أدعوك أخي الكريم أختي الكريمة إلى الاشتراك في القناة وهيا بنا لنبدأ وأخبروني كذلك في التعليقات هل تحبون القصة المحفزة لأخصص فيديوهات خاصة بالقصة الهادفة والمفيدة في قناتي وقناتكم أنتم كذلك أيها الرائعون فأكمل القصة فأقول بعد انتقال الإمام بأسابيع إلى مدينة لندن البريطانية وخلال تنقله بالحافلة كان أحيانا كثيرا يستقل نفس الحافلة يعني دائما يلتقي مع نفس السائق ويرى نفس السائق وذات مرة دفع أجرة الحافلة أجرة الباص وجلس فاكتشف أن السائق قد أعاد له عشرين سنتيما زيادة عن المفترض من الأجرة فكر الإمام وقال لنفسه أن عليه إرجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقه طبعا وهنا بدأ تأثير تعليم الإسلام ما هو رد الأمانة إلى أهلها رد الأمانة إلى أصحابها رد أموال الناس إلى أصحابها ثم فكر مرة أخرى وقال في نفسه انسى الأمر المبلغ بسيط جدا المبلغ زهيد المبلغ قليل وما هو إلا عشرين سنتيما يعني مبلغ زهيد جدا ولن يعبأ به سائق الحافلة ولن يهتم به أحد كما أن شركة الحافلة تحصد على الكثير من الأموال من أجرة الحافلات ولن ينقص عليهم شيء بسبب هذا المبلغ البسيط ألا وهو عشرين سنتيم يعني مبلغ زهيد جدا فقال في نفسه إذن سأحتفظ بالمال وسأعتبره هدية من الله عز وجل وأسكت يعني هنا الإمام دخل الشيطان وبدأ في عمله بدأ الشيطان يعمل عمله الشيطان أيها الإخوة والأخوات يصور لك الأمور ويبينها لك أنها سهلة لأنه في كثير من المرات أيها الأحبة نقع في المعاصي نقع في الذنوب لكن يأتي الشيطان في صورة الناصح الأمين يقول لك يا أخي لا عليك كل الناس يعصون كل الناس يقعون في المعاصي كل الناس يقعون في الزنا كل الناس يقعون في النظر إلى محرم الله كل الناس يقعون في الكذب كل الناس يقعون في الغيبة يعني يزين لك المعاصي لكن تأتي أو يأتي دور النفس اللوامة وهذا ما وقع لهذا الإمام فبمجرد ما توقف الباص أو الحافلة عند المحطة التي كان يريد الإمام أن ينزل فيها ولكنه قبل أن يخرج من الباب توقف لحظة ومد يده إلى جيبه وأعطى للسائق العشرين سنتيما التي أعطاها إياه فوق ما كان من المفتد أن يعطيه وقال له تفضل لقد أعطيتني أكثر مما أستحق من المال فصدم السائق يعني لهذه الدرجة عندكم رد الأمانة وعندكم حقوق الناس فأخذها السائق وابتسم وسأله ألفت الإمام الجديد في هذه المنطقة؟ قال نعم قال إني أفكر منذ مدة في الذهاب إلى مسجدكم للتعرف على الإسلام ولقد أعطيتك المبلغ الزائد عمداً لأرى كيف سيكون تصرفك انظر إليه كيف أراد أن يجربه جربه بالمان وبمبلغ بسيط جداً ليعرف حقيقة هذا الدين وتأثير هذا الدين العظيم في الناس الذين يتبعونه حق الاتباع وعندما نزل الإمام من الحافلة شعر بضعف في ساقيه وثقلت عليه أقدامه وكاد أن يقع أرضاً من رهبة ومن هول الموقف يعني لو لا أن النفس الأمارة أو النفس اللوامة لكان قد أخذها ووضعها في جيبه فتمسك الإمام بأقرب عمود ليستند إليه ونظر إلى السماء ودعا باكياً قائلاً يا الله كنت سأبيع الإسلام بعشرين سنتيم أحبة الكرام أيها الإخوة والأخوات الهدف من هذه القصة أننا قد لا نرى أبداً رضود فعل البشر تجاه تصرفاتنا فأحياناً ما يجب أن نبين للناس آثار القرآن في معاملاتنا مع الناس ونبين للناس كذلك آثار الإسلام في معاملاتنا آثار مكارم الإسلام الذي ندعو الناس لاتباعه والذي سيراه غير المسلمين لذلك يجب أن يكون كل منا مثلاً وقدوةً للآخرين لا بد أيها الإخوة والأخوات أن نكون قدوة للآخرين ولا بد كذلك أن نكون دائماً سادقين في أقوالنا وفي أفعالنا وتكون عندنا الأمانة لا بد من الأمانة ولا بد أن نعلم أن ما هو لك لك وما هو لغيرك لغيرك لا تطمع فيه أبداً هذا الإمام لو أنه قد قال هذا مبلغ بسيط سأخذه لن ينتبه إليه إن صحت العبارة لشوها الإسلام وشوها صورة الإسلام ولكن والحمد لله يعني حافظه الله عز وجل ولعله بينه وبين الله سريراً لعل هناك سر بينه وبين الله فأيها الإخوة والأخوات لا بد أن تبينوا صورة الشخص المتدين صورة الأخت المتدينة تظهر للناس لا في الأقوال فقط وإنما في المعاملة فقط أو أعفواً وإنما في المعاملة كذلك يعني لا يعني أنك تدينت أو أنك يعني تصلي وتصوم لا يعني لنفسك فقط لا لا بد أن يظهر ذلك للآخرين يظهر ذلك للناس كذلك تعامل والديك معاملة طيبة تعامل إخوانك معاملة طيبة تعامل أخواتك معاملة طيبة هذا هو الدين وأعتذر أيها الإخوة والأخوات على الإطالة وجزاكم الله خيرا على أنكم أتممتم الفيديو إلى هذه اللحظة بالضبط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته